السلام عليكم أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا النقل المباشر ونتحول بكم بعد لحظات إلى مقر وكالة عدل به العاصمة وبالضبط ستلتحق بنا مديرة الإعلام الألي والإحصائيات على مسوى وكالة عدل لموافاتنا بآخر التفاصيل عن الموقع الخاص باختيار موقع سكنات عدل والعديد من الأرقام التي ستوفينا بها مع زميلة نسيمة الوفي أهلا بك نسيمة أهلا بسا أهلا تفضلي هل لك أن توفينا من خلال مديرة الإعلام الألي والإحصائيات عن الأشخاص الذين تمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم الخاصة بمكتتب عدل إثنين نعم بسا كما نعلم جميعا بسا أنه تم البارحة فتح مواقع يعني لمكتتبي عدل إثنين لاختيار مواقع سكناتهم تحضروا معي الآن أين تم استدعاء أكثر من ألف مئة ألف مكتتب أربعين ألف منهم فقط على مسوى الجزائر العاصمة الآن تحضروا معي لمزيد أكثر من التفاصيل تحضروا معي السيدة حورية ماضي مديرة الإعلام الألي والإحصائيات بوكالة الوطنية لترقية السكن والترقية العدل مرحبا بك سيدة مرحبا سيدتي هل تمكن أن تعطينا أخر تفاصيل حول هذه العملية على اختيار مكتتبي عدل لمواقع سكناتهم أخر إحصائيات خاصة أن الناس كفك العديد من الأشخاص لم يستطعوا الولوج إلى هذه المواقع ممكن أن ينطوم من المواطنين يشوفوا فينا Merci C'est juste pour que نقول لكم بالعملية نطلقت البارح يوم الأثنين 26.12.2016 على ساعة 8 مساء à 18h وين فتحنا الموقع للمواقع للمواقع لإختيار المواقع sur le territoire national sur les 48 والمواقع نطلقت البارح 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 لقد كانوا مختلف شرقاً لديه بجوزران ثالثلاثيين لدينا أمم اصل بجوزران وفقه هذا المنزل في أهداف الغتسل ووجد خمساً أولوه في الأنزل موسيقى موسيقى ما هي الإجراءات التي قمت بها لتسهيل العملية؟ بالنسبة للموتباس، هذه هي حاجة جديدة لنا. لدينا هذا من قبل. بالنسبة للمكتابين في 2001-2002، عندما لم يكن لديهم الموتباس. لدينا تحضرنا للموتباس، وقال نتحضرنا للموتباس. لدينا تحضرنا لتحضرنا للموتباس، وقال نتحضرنا للموتباس، في كامل الولايات نتعنا حضرنا دي بورو سبيسيالما pour pour récupérer الموطبس يعني سيدتي هذه الإجراء في المسل الأشخاص يديننا يعني فقدوا الكلمة تسير أشخاص يخدونهم يعني الموطبس تحكي incorrect وشي يعني تفسير incorrect ça veut dire que عندك دو possibilités soit la personne qui l'a دخلت le code الموطبس تحكي correct ومالقage ça veut dire que nous n'avons pas programmé في هذه المرحلة الأولى بالنسبة qu'il y a des personnes d'autres qui effectivement الموطبس تحكي دخله erronee à ce moment là nous n'avons pas de problème donc nous n'avons pas de problème donc nous n'avons pas de problème correct voilà c'est la possibilité آخر سؤال سيدتي يعني العمالية إلى mâta ستستمر إذا nous il y a l'aula donc madame n'ahash pour une heure ou la deux heure ou la un jour donc rachat s'estamir donc عندنا des semaines donc les n'as qui m'a qu'à dacheter aujourd'hui il y a dacheter demain m'a qu'à dacheter demain il y a dacheter après demain donc m'a كان la mouchkine ma hich n'aghalqou il y a l'osite pour le moment donc rachin fattu htan camille les n'as li rham ils sont programe donc y 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 متعلقة باختيار مكتب عدل لمواقع سنكناتهم اثنان هل تريد إضافة؟ شكرا جزيلا لك على التفاصيل لأنها كان لدي سؤال حول المكتبين الذين ترد لهم في الموقع كلمة رقم خاطئ ولقد أجبت مديرة الإعلام الآلي والإحصائية تصيد حرية ماضي لأن النسبة من المكتبين حسب ما أجبت عنهم غير مبرمجين في المرحلة الأولى من اختيار المواقع ويمكن كذلك العديد من مكتبين عدل اثنين توجه إلى المكتب المخصص والذي فتحت وكالة عدل بمقرها المركزي خاصة للذين فقدوا كلمة السر شكرا جزيلا لك ناسيمة وشكرا ليا سيدة حرية ماضي على كل هذه التفاصيل التي قدمتها على أول قناة إخبارية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر